جنة الأعشاب دائما جنة الأعشاب ما بنهمش دور الطبيب ولا الصيدلاني ولا المختبر ولا بنشخص حالات لكن بنعود لفوائد الأعشاب الفوائد العظيمة للأعشاب العشاب هي نعمة من الله سبحانه وتعالى إلها فوائد جدا عظيمة لكن دائما بحذر من أضرار الأعشاب في برامجي الأعشاب مثل ما ذكرت هي نعمة من الله سبحانه وتعالى فيها فوائد لكن إلها أضرار إذا ما التزمنا بالأعشاب بالجرعات إذا تناولنا أعشاب غير معروفة ترى من الكثير من الأعشاب تحكي بس أعشاب أخذ أعشاب لكن تعمق بالعشبة اللي بدك تتناولها في من الأعشاب المسهلة في من الأعشاب اللي بتمنع الأمراض في من الأعشاب اللي مسهلة وأيضا بتآذينا فبدنا نكون حرصين دائما في برامجنا إنه نواعيكم نحكي إنه الأعشاب تتعارض مع الكثير من الأدوية الأعشاب تمنع عن المرأة الحامل لا يجوز إعطاء أي خلطة أي وصفة للأطفال هذا طفل بطور النمو إذا بنعطي له سمح الله أعشاب ممكن تتعارض مع دمه مع أدويته إذا كان بتناولها لأنه ما بدوا يتناول أعشاب هيك ممكن يكون يتناول أدوية فبالتالي تتفاعل مع الأعشاب فبالتالي تعمل سمية في الجسم فبننكون حرصين فيه من الأعشاب المسيلة للدم بنكون نتناول أعشاب مسيلة للدم وبنكون نتناول أدوية مسيلة للدم أيضا بنكون نتناول أعشاب بتخفض السكري وإحنا بنتناول أدوية السكر فبالتالي هذا كله ضرر على أبدالنا فبالتالي إحنا حرصين عليكم من خلال هذا البرنامج برنامج جنة الأعشاب للي بتابعني لأول مرة أنا محدثكم خبير الأعشاب والتجميل الكاتب والباحث بالأعشاب عضو اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين حسن خليفة إذن كل يوم اثنين وكل يوم جمعة معاكم على الهواء مباشرة حلقتين بالأسبوع مباشر على الهواء اثنين ويوم الجمعة بحيث الناس تستفيد بإذن الله جنة الأعشاب برجعنا لأيام زمان يعني أنا متخصص دائما بوصفات العجايز أحب الوصفات المجربة اللي تناقلوها الناس واستفادوا منها أجدادنا وأجدادكم فبالتالي بتعود بالنفع علينا بإذن الله سبحانه وتعالى مع الفرق ما بعد الفحوصات طبعا بالأعشاب ونتائج الأعشاب بالمختبرات والعلم اللي احنا اتطورنا ووصلنا له كانوا زمان أهالينا يتناول الأعشاب بحيث يستفيدوا منها لكن في هذه السنوات الكثيرين من المراكز العالمية قامت بالبحوث عن الأعشاب خصائصها وفوائدها تركيبتها تكوينها فبالتالي أصبحت بعض الأمور تتضح لأنه ولائلكم فإحنا بنبين هاي الخصائص وبنبين المخاطر والفوائد للجميع من مؤلفاتي كتابي جنة الأعشاب كتابي علاج العليل بالطب البديل كتابي أنت والأعشاب من خلاص التذكر الداود كتابي الحواج كتابي لا حياء بالعلم الأعشاب الجنسية التخلص من الكرش الزيوت الطبيعية الكثير من مؤلفات خبير الأعشاب حسن خليفة كل بداية حلقة بذكر فائدة من فوائد الأعشاب خصائصها فوائدها إذا بتتعارض مع بعض الأدوية بذكرها بحيث أنه الكل يستفيد لكن اليوم راح أتكلم عن نبتة جدا محبوبة ومعشوقة للناس اللي هي نبتة الريحان كيف الناس كانوا وأجدادنا وأجدادكم كيف كانوا يتعالجوا فيها وكيف كانوا يستفيدوا من خصائصها والمشاكل اللي بتحلها هذه النبتة اللي هي أوراق الريحان كل ياتنا بنعرف أنه الريحان له رائحة نفاثة ومنعشة ومهدئة بنفس الوقت لكن أكثر الناس ما بتعرف أنه الريحان مقوي للذاكرة مفيد جدا 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 أنه بيقوي الذاكرة وكانوا يستخدموا أجدادنا ومن خصائصه أنه بيخفض حرارة الجسم وأيضا مضاد للجراثيم من بيعرف الريحان أنه بيحتوي على هذه الأمور وبيقاوم حرارة الجسم وأيضا بيقوي وبيعزز الذاكرة أيضا مفيد مشروبه ومنقوعه لمشاكل البلغم والتهابات الحلق خصوصا بتغيير الجو الآن داخلين على الشتاء خارجيب من الصيف فاللي عندهم حساسية وعندهم ربو وعندهم بلغم وعندهم مشاكل بالجهاز التنفسي فبيستفيدوا من هالخصائص العظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى كانوا أجدادنا يعطوا منقوع الريحان للأطفال فوق الثمن سنوات اللي يكون عندهم المغص لأنه ما بيستطيعوا يعطوهم لبعيثاران ولا الجعدة ولا الشيح ولا القيسوم ولا الميرمية فبالتالي كانوا يعطوهم هذا المشروب فبالتالي بيهدي المغص وبعمل على أنه نتشافى أو نتخلص من تقلصات اللي بتصيب الجهاز الهضمي فبالتالي بيسكن آلامهم فبالتالي بتروح الأوجاع اللي موجودة في البطن إذن حتى تناول مشروب أوراق الريحان بيخلصنا من الإرهاق والإعياء والتعب سبحان الله ومهدئ جدا للأعصاب أيضا ناهيكم عن البحوث الحديثة اللي بتحكي مشروب الريحان غير إنه مهدئ غير إنه بيخفض حرارة الجسم مفيد جدا لمرضى السكري واللي بيعانوا من مشاكل السكر إذن حتى جدا مفيد وكانوا يستخدموه حتى للشعر واستخرجوا منه زيت اسمه زيت الريحان للتدليك للمساج وأيضا للتعب وأيضا لإرهاق العضلات وأيضا نرخي للعضلات فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى من هالخصائص العظيمة اللي ذكروا إياها أجدادنا واستفدنا منها واللي أقدم من أجدادنا بحيث إحنا نتداول هذا المشروب الطبيعي الطيب فبالتالي بدخل السعادة على أبداننا وعلى نفسنا غير إنه مهدئ ومنعش بإذن الله سبحانه وتعالى أيضا ناهيكم عن فوائد هذه الأوراق أوراق الريحان إنها بتحارب هشاشة العظام بتحارب هشاشة العظام لأنه بتحتوي على الفيتامينات تحتوي على الحديد وتحتوي على الكالسوم وفيتامين السي فبالتالي بتعود بالنفع علينا بإذن الله سبحانه وتعالى إذن الوهن والإرهاق عليكم بمنقوع أوراق الريحان منقوحة نصب عليها الماء الساخن على هذه الأوراق جافة أو حتى خضرة ونصب عليها الماء الساخن ونشرب إذن الله سبحانه وتعالى بتخلصنا من الضغوط النفسية والإرهاق والوهن أيضا من خصائصها إنها بتحمي الأوعية الدموية وأيضا بتخفض ضغط الدم فبالتالي نستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى أيضا من خصائصها إنها بتحد من ارتفاع الكوليسترول السيء وبنستفيد منها أيضا زراعة هذه الأوراق في البيوت الآن بكثرة موجودة كل بيت وأكثر البيوت في الدول العربية بيحبوا رائحة الريحان وبضعوه على الشبابيك بحيث إنه يبعد الحشرات وأيضا طارد للبعود فبالتالي بيهرب منه البعود والحشرات وأيضا بنعش الجو وبيعطي رائحة زكية بإذن الله سبحانه وتعالى إذن رائحته منشطة ورائحته عطرية هذا تتمتع فيه أوراق الريحان وأيضا من خصائصه إنه مفيد جدا للي عندهم داما الغازات وأيضا عندهم القلون لأنه أيضا بساعد فيه عملية تحسين الهضم فأسأل الله سبحانه وتعالى إني قدمت معلومة هادية وناعمة مثل أوراق الريحان بالرائحة العطرة الزكية لكن نعود للخصائص اللي كانوا يستخدموها أجدادنا من هذه النبتة المعروفة ومشهورة وينما كان بتحتوي على الحديد تحتوي على الكالسوم والفيتامينات اللي بحاجتها أبداننا